كل سلام طيبين يا جبا. السلام عليكم. العشر من رمضان. يعني من عظيم الصدف. ان النهاردة العشر من رمضان وانا معاكم في خناة الاهلي. طيب ايه اللي بتتذكروا. لان فيه لازم انا بربط رابطة صغيرة كده يمكن. النادي الاهلي ده اصلا. في لما انشئ كان بيعبر عن الوطنية المصرية الحقيقية. اي. وكان اول رئيس للجمعية العمومية. الزعيم سعد سغلول. اي. لما يجي النهاردة العشر من رمضان. واحنا في خناة الاهلي. لازم نقول كلمتين. انا يمكن كنت قبل اللقاء كنت مع الاستاذ نبيل عمر. وكنا نتكلم عن العشر من رمضان. وبنعترف ان هذا الحدث العظيم في تاريخ مصر. لم يأخذ حقه الحقيقي. لا اعلاميا ولا ثقافيا ولا فكريا. ليه. احنا لابد ان نعترف ان العاشر من رمضان ستة اكتوبر. ليس يوما عاديا في تاريخ الامة العربية. لا. هو وقفة. لا تقل ابدا عن عنجلوت. لا تقل ابدا عن انتصارنا على تار. لا تقل ابدا عن انتصارنا. لان دي حالات حقيقية في تاريخ الامة. معارك فاصلة. معارك فاصلة. حسمت القضايا. فكانت ستة اكتوبر حقيقة. عاشر من رمضان حقيقة. بتعبر عن الشعب. بتعبر عن هذه الاصالة المصرية الحقيقية. والوطنية المصرية. يوم تسعة وعاشر يونيو خرج الشعب المصري كله يرفض الهزيمة. من تسعة وعاشر يونيو حتى ستة اكتوبر. كان شعب المصري كله جنود. كنا جنود. جنود حقيقيين. لم يتوقف عمل واحد. الفن. ام كرسوم. المجهود الحربي. الفن. الرياضة. كل القوى النعمة. الجيش. دخل أبناء الخرجين الجامعات الجيش تاني على شاني. بقى في علم. النادي اللي فتح أبوابه للدفاع المدني. للدفاع المدني. مصر كلها كانت في حرب. أنا عايز أقول لك عند الجملة دي نقطة ما حدش ياخد باله منها. كيف أن كان كل بيت في مصر يحارب أو بيجهز للحرب. أن قبلة أصعب الظروف المعيشية. الناس كانت بتدور على البيضة. الناس كانت بتدور على الفرخة. أنا أعرف ناس محترمة. كان يعني راجل كبير. محترم جدا. رجع المرات وفرحة. لقيت عربية الفراخ جريت. جبت لك جوز فراخ. كانت سعيدة جدا. محدش اشتكى. واخد بال حضرتك. الناس كانت. أنا أعرف أكد حضرتك. أنا كنت في السنواء العامة. كنا في بلدنا. الشبابنا. الشباب اللي في سني. كان بيقوم بدور غريب جدا. في الجامعية التعاونية. كنا بنقف نوزع مع مع الموظفين بتوع الجامعية التعاونية على الناس اللي هم عاوزين. مفيش حاجة. كلنا كنا عايشين. كل في الحرب دي. ومتحملين بلا بالتزمر. وعلى فكرة بالحب. لأن الوطنية المصرية حقيقة.